بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله النهاردة أحبائي ومتابعين الأفاضل هنتعلم مع بعض إزاي نزرع شجرة الكوكتيل أو المس في الورا عن طريق البزور زي ما حضراتكم شايفين أنا عندي دلوقتي شجرة عاملها زي تكعيبة كده هبدأ أول خطوة عندي طبعا دي السمار اللي حضراتكم شايفينها بس لسه مستوتش فأنا هبحث عن السمار المستوية وهنيجي لأول خطوة عندي إن أنا بجمع السمار زي ما حضراتكم شايفين السمار اللي هي لونها بنفسجي أو مديها للون البني كده دي مستوية زي ما حضراتكم شايفين هدي سمرة مستوية هجيب كمان سمرة بسم الله ما شاء الله هدي سمرة تانية يبقى أنا كده جمعت السمار بتاعت اللي أنا محتاجها واجي للخطوة اللي بعد كده زي ما حضراتكم شايفين أنا كده جمعت سمرتين كل اللي أنا بحتاجه إن أنا بكون مجاهز قصيص في طينة مبللة أو تربة مبللة واجي بفتح السمرة كده بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين واجي بعصر السمرة على الطين أو التربة بتاعتي بحيث البزور زي ما حضراتكم شايفين البزور السمرة دي بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين بعد كده داري البزور دي تحت التربة زي ما حضراتكم زي ما أنا ببنزالها كده بضغط عليها بحيث تستخبى تحت التراب زي ما حضراتكم شايفين بحيث تدارة بحيث إن أجي أسقي يعني أنا لو سبتها من غير ما داريها وجتها هتتجمع في مكان واحد لكن كده بداريها وبحيث تبقى مفروضة في كل القصيص وبعد كده برويها كل يوم بالمية لحد ما تبدأ تنبت ودلوقتي أحبائي ومتابعين الأفاضل بعد مرور إسبوعين من زراعة بزور البشن في الروت أو الكوكتيل أو المس في الورة زي ما حضراتكم شايفين بدأت البزور تنبت عنده بسم الله ما شاء الله طبعا فيه لسه بزور هتنبت عندي طبعا قديها شوية مرة مية بسم الله طبعا أنا أواظب اللي أنا أديها مية أو أسقيها كل يوم بالمية لحد ما تكبر عندي وإن شاء الله نتابع لحد ما نفسل كل شاتل الوحدية ودلوقتي أحبائي ومتابعين الأفاضل هذه بزور البشن في الروت أو الكوكتيل بعد ما عد 25 يوم من زراعتها بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين الأوراق بدأت توضح أهي بسم الله ما شاء الله إن شاء الله نفضل نرويها وانتبعها بالراي وإن شاء الله هنتابع مع بعض لحد ما نشوف إزاي هنفصل كل شجرة لوحديها بحيث تاخد راحتها وتكبر معي ونتابع وحتبائي مع بعض ودلوقتي أحبائي ومتابعين الأفاضل قادي بزور الكوكتيل أو المسفرورة بعد ما عد شهر من غرسها في التربة باجي للمرحلة اللي بعد كده اللي أنا دوت بالنسبة لي عبارة عن مشتل كوكتيل مشتل كوكتيل أو مسفرورة أو بيشن فروت لازم أخف المشتل دوت اللي أنا أوزع الشتلات ديت على أصص أو كل اتنين في الصيس لوحدهم بحيث ياخدوا راحتهم ويجبرهم وحجمهم يزيد لأن لو فضلوا في الوضع دوت هايبقى الساق رفيع وهيخنقوا على بعض وفي الآخر هينشافوا مني فكل اللي أنا بستخدمه أو ممكن أستخدم معلقة صغيرة كده أهو بسم الله وغرس أهو جنبيها أهو بسم الله بشيوش كده طبعا التربة تكون مبللة أدي عندي شجرتين أهم بسم الله زي ما حضراتكم شايفين أهم ليهم جزور أدي شتلتين دول ما شاء الله يعني ممكن يكونوا قمة شجرة وبكون مجهز عندي الصيس في طربة مبللة أي طربة عندي تنفع سواء صمراء أو طينية أو رملية أو خليط بسم الله أهو أجي كده أعصايا أنزل لتحت أهو واجي بالشتلة بتاعتي أسم الله وأنزلها في الفتحة وبعدين أغطي التانية أهو أنا أحط أربعة في القصيس دوت اهو بسم الله آية الثانية بسم الله وبرضو ثابتي وكده أحباء الأفاضل بيكون حصلت على أربع شتلات كوكتيل زي ما حضراتكم شايفين انا حطتهم بالوضع ده فرقصيص لوحدهم بحيث ياخدوا راحتهم ويكبروا وبعد مثلا ثلاث شهور او اربع شهور اقدر افصل كل واحدة لوحدها وزراحها في مكان لوحده بعد احبائي خمس شهور او ست شهور باخصل على شاتلة او شجرة زي دي كده زي ما حضراتكم شايفين اهي ادي شجرة بسم الله ما شاء الله جاهزة لنا انقلها في الارض دايمة اتمنى احبائي ومتابعين الافاضل ان الطريقة تكون سهلة وبسيطة وان شاء الله تجربوها في البيت وتنجح معاكم وتعملوا شتلات وتزراعوا في حديقة المنزل وتستفادوا من السمار وما تنسوناش احبائي ومتابعين الافاضل بدعمكم لينا بالاستراك في القناة واللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته